كان من مفترض مراجعة الفيلم تنزل امبيرحا ولكن كنت مرضان كتير فيعني تحملونا معنش سيكون في هيك طاقة شوي ضعيفة بالذات اني هلأ عبصور انا وصايم فما في شي هيك اشربه انا وعب احكي فهون يعني ممكن يكون هلأ سيخ نار فتحملونا معنش بس هيك الحلقة وان شاء الله منرجع بشكل طبيعي ابتداء من بكرة مع انمي كيميتسو هذا كلام كلهم اللي ممكن ما تكون انت مهتم فيه ولكن اللي انت اكيد رح تكون مهتم فيه هو عرض من احدى افضل واقوى المنصات بالعالم كله وطبعا هاي منصة فيه مكتب كتير 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 كبير من الافلام والمسلسلات والانميات ممكن تغنيك عن باقي المنصات كل اللي عليك انك تدخل على الرابط الموجود تحت في الوصف ومثبت باول كومنت تختار البلد اللي انت موجود فيه تحط رأم موبايلك والف مبروك رح تاخد اشتراك لمدة اسبوع بشكل مجاني لازم اذكر انه العدد يعني يعتبر محدود فسارع في انك تروح وتاخد العرض المجاني وبعد اسبوع اذا ما بدك تشترك بمصاري بكل بساطة بتدخل على الاعدادات قسم المدفوعات في عندك خيار اسمه الغاء الاشتراك بكل بساطة في اقل من 30 ثانية بتلغي اشتراكك من دون ما تدفع ولا ليرا بس استغل فكرة انه في عندك سبع ايام مجانية من خلال الرابط الموجود بالوصف ندخل هلا با يا صديقي للفيلم فيلم The Last Kingdom Seven Kings Must Die طبعا الفيلم هو فيلم مكمل لاحداث مسلسل The Last Kingdom يلي خلص عند الموسم الخامس واذا تسألني تحت في الكومنتات هل بحسن بتفرج على هذا الفيلم بدون ما اكون متفرج على المسلسل الجواب يحتمل الوجهتين ممكن اقولك انه ايه ممكن اقولك انه لا بمعنى اخر اذا انت من محبين جو الفايكينجز محبين معارك Game of Thrones اكيد هذا الفيلم رح يكون جدا مناسب بالنسبة لك رح تنبسط اكيد فيه في عندك الكثير من الخيانات الكثير من المؤامرات الكثير من الاحداث الملحمية رح تكون موجودة بهذا الفيلم ولكن في عندك نقطة من النقاط ممكن تحس فيها واللي هي العلاقات ما بين الشخصيات هون انت تكون مضطر انك تكون بتعرف هاي الموضوع من المسلسل فلازم تكون متفرج على المسلسل لحتى تفهم كل شيء بالضبط 100% بالاخص انه في نقطة من تعتبر جدا مهمة هذا الفيلم مبني على ثلاثة روايات بعد ما خلص الموسم الخامس كان في عنا ثلاثة روايات ما تم طرحون فالقائمين على هذا المسلسل قرروا انهن يجمعوا هاي الى ثلاثة روايات بفيلم ما قرروا انهن يعملو كموسم سادس لا عملو كفيلم فاذا انت مالك متفرج على المسلسل في بعض الاشياء اللي ممكن تكون انت شوي تحسها معقدة او ما تكون مفهومة بالنسبة اليك ولكن كجو عامل الفيلم لا بصراحة الفيلم كان جميل جدا من كثير من النقاط راح نشرحها اكيد خلال هذا الفيديو وللعلم انه هذا الفيلم ما هيكون فيه اي حرق او عفوا هاي المراجعة ما هيكون فيها اي حرق لاحداث الفيلم طبعا في نقطة اتوقع انه الناس اللي تفرجت على الفيلم وهي ما يمتفرج على المسلسل لازم تخلص الفيلم وتروح تبلش بالمسلسل لان الجو الى موجود بالفيلم جدا ممتاز انك انت فعلا تتحمس وتروح تبلش بالمسلسل وكنصيحة مني بلش بالمسلسل جدا 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 جرحي عجبك وبتير حلو دخل يا صديقي للفيلم واللي بالنسبة الي كان مأسوم لقسمين النص الأول والنص الثاني النص الأول اللي كان فيه موضوع المؤامرات والخيانات والعلاقات ما بين الشخصيات بحيث أنه كان فيه عنه بناء جيد جدا للشخصيات وبناء للأحداث كل هاي الأمور اللي حكيناها كانت عبت نعمل بطريقة صحيحة لحتى نوصل للقسم الثاني أو للنص الثاني من الفيلم من وجهة نظري وكيد هو المعركة الكبرى يلي كانت عنها بس أبل هيك تعال نحكي شلون بدأ هذا الفيلم وشو هي كانت قصته بيبدأ الفيلم بعام 924 بعد الميلاد تحديدا بوفاة إدوارد الأكبر فنتيجة لهذه الوفاة رح نشوف عدم استقرار رح يكون موجود وعدم الاستقرار الموجود رح يحرك الكثير من الأحداث فكل هاي الأمور رح تأدي لحدوث أزمة خلافة داخل مملكتي ويسيكس وميرسيا ونتيجة لهذا الموضوع بيصير في عنا التسريع لتشكيل تحالف ما بين الفايكينغز ما بين الأوسكتلانديين وما بين البريطانيين لتحدي هيمنة ساكسونية على الجزر البريطانية بعرف أنه هلا كل هذا الكلام إذا أنت ملك متفرج على المسلسل يمكن أن تكون كتير غريب بالنسبة لك أنك أنت إنسان داخل تتفرج على هاد الفيلم وما بتاع فيه على المسلسل ممكن هاد الموضوع يكون كتير كتير صعب ولكن هذا الموضوع برجع بعيد وبأكد ممكن تشوفه أنت شوي غريب بيحكم أنك مانك متفرج على المسلسل ولكن وقت تتفرج على الفيلم ما حيكون في عندك الكثير من المشاكل في حيث فهم الأحداث وفهم القصة الموجودة كفيلم ولكن اللي متفرجين على المسلسل أكيد تفهموا كل كلمة أنا قلتها حاليا اللي حكينا ما كتير اخد في بنائه لا الفيلم بسرعة كتير بيتخلك على الحبكة اللي موجودة ندخل على النطة بصراحة جدا جدا عجبتني فيما يخص الاخراج اللي هو الاهتمام بتفاصيل كتير كتير فوحدة من الاشياء اللي جدا عجبتني عرض اسماء الاماكن اللي نحن موجودين فيها مع كل مشهد بمعنى انه هو عب يعضح لك القلعة اللي نحن موجودين فيها هاي وحدة من التفاصيل الكثيرة الموجودة بالفيلم فاذا انت من المحبين الافلام او المسلسلات اللي بتهتم بالتفاصيل هذا الفيلم رح يكون جدا جدا مناسب بالنسبة لك فعلا الكثير من التفاصيل اللي بتخلي العلاقة ما بين المشاهد ما بين الفيلم كتير قريبة انه فعلا الكثير من الاشياء انا فهمانها مسبقا ليش لانه محطوط اسم القلعة اللي انا موجود فيها فانا ما كتير بحتاج وقت اني بس اطلع يعني مخي ما بيشتغل اني انا اروح اشوف وين نحن من الشخصيات اللي موجودة لانا مسبقا اول ما ادخل على القلعة عارفان اشو هي لان المخرج اهتم لي بهاي التفصيلة فهذا الموضوع كان جدا مهم كتير عجبني اول ما ندخل للمعركة الاخيرة اللي كانت موجودة عنا لازم نحكي عن الطرفين الشريرين اللي كانوا موجودين في هذا الفيلم يلي بصراحة كتير عجبوني اولا كاداء ذات نفس اداء تمثيلي كان ممتاز بالنسبة لي اضافة اني شخصياتهم ما كانت تلك الشخصيات الشريرة التقليدية المبتذلة بالعكس انا كانوا عيطين جو جدا جميل للفيلم الدور الشرير اللي انا بطمخ له اني اشوف فعلا شرير مختلف ما يكون نفسه نفس اي شرير ممكن يكون موجود في هيك قصة فبصراحة انا كتير عجبوني ولكن هون في عندي مأخذ بسيط وهذا الموضوع احكي لليه بعد شوي في اكبر سلمية كانت موجودة بالفيلم واللي هي فكرة انه ما اخدوا وقتهم الكافي يعني ما كان في عندهم وقت انه هنين يتم بناء شخصيتهم ويتم بناء الشخصية بناء على الاحداث اللي عبتصين في الفيلم فهون كان في عندنا مشكلة انه ما اكتشفنا لهم وقت بالفيلم ولكن ماعد عن ذلك بصراحة اداء التمثيل هو اداء كشخصيات كان ممتاز نروح للمعركة الاخيرة اللي بصراحة كانت ملحمية بطريقة ماهي طبيعية برجع بعيد وبذكر الشيء اللي خلانا نشوفها بطريقة جدا ممتازة هو البناء يلي صار بالنص الاول من الفيلم بناء المؤامرات والخيانات اللي صارت وبناء الاحداث وبناء الشخصيات ادى انه هاي المعركة تكون ملحمية بطريقة ممتازة الاهتمام بالتفاصيل يا جماعة اللي موجود في هاي المعركة فعلا من امتع المعارك يلي منحسن نعيش بهذا الجو من الافلام او المسلسلات بصراحة من امتع الاشياء اللي ممكن تتفرج عليها جدا جدا جميلة ننتقل للسلبية الوحيدة اللي بدي احكي عليها بهذا الفيلم وممكن نفصل منها كم شغلة والهي فكرة ان احنا في عالنا ثلاث روايات تم جمعا بفيلم واحد بصراحة الاحداث اللي موجودة بهذا الفيلم انا بشوف انه كام منها ممكن ينصير موسم سادس كامل ما بعرف ليش انه نراحه لفكرة انه نحن نجمع الثلاث روايات في فيلم ما نجمع بموسم كامل ونعطي الرياحية للاحداث ما عندي فكرة على انه انت ما هتحس ابدا بوقت الفيلم رح تشغل وما تشوف قالك انك خلصته هذا ممكن يكون ايجابي ولكن فيه طرف سلبي انه في بعض الشخصيات مثل ما حكينا على الشخصيات الشريرة ما هيخضو وقتهم كبناء وكتأثير على الاحداث هذا الشيء اللي كان واضح انه فيها عندنا الكثير من المشاهد والاحداث موجودة بسرعة 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 مع بالك انه تم مثلا سل الموضوع لا الموضوع كان حلو ولكن في بعض الاشياء كان لازم تاخد وقت اكتر على سبيل المثال في بعض الشخصيات اللي ما كان لهم ظهور بالفيلم بمعنى اخر نحن ما عرفنا اشو مصير هاي الشخصيات النساء اللي كان لهم دائما النجاح بيأثر على القصة العامة لذا لاست كينغتم ما شفناهم بهذا الفيلم الكثير منهم ما شفناهم ما شفنا مصيرهم ما شفنا تأثيرهم على الاحداث على انه وجودهم كان رح يعطي اشياء ايجابية اكيد للقصة هذا شيء معتمر جدا مهم عدم وجوده ما بقى انه ضعه في الفيلم ولكن وجودهم كان حيقوي برجع بعيده بأكد كل هذا الكلام اللي اللي رح حكيته ما بيعني انه الفيلم ما كان حلو لا برجع بعيده بأكد النص الاول من النص الثاني معمول بطريقة ممتازة بناء الشخصيات بناء الاحداث موضوع انه الاحداث كلها موجودة بهذا الفيلم جمب بعضه كله مع بعضه برجع بقى لك الرتم كان كتير سريع انت كمشاهد فعلا رح تبلج الفيلم تخلصه ما لك منتبه انه خلص او ما لك منتبه على الوقت اللي انت قضيته فهذا يعتبر من اجمل الافلام اللي رح تشوفه ولكن كنت بفضل انه اشوفه على شكل موسم ما اشوفه على شكل فيلم وإلى هنا يا صديقنا كنوا قد انتهينا من مراجعة فيلم The Last Kingdom Seven Kings Must Die وابلما تسأني على رأيي بالافلة بصراحة انا اعجبتني كانت مرضية بالنسبالي تقييم الفيلم رح يكون 8.5 عشرة وإلى هنا تكونوا قد انتهينا من هذا الفيديو اذا عجبك الفيديو لا تنسى اكيد اللايك عليه تشترك تحت في قناة زيادة الامارك مشترك برجع بذكر تحت في الوصف ومثبت في اول كومنت من اشهر المنصات الموجودة بالعالم في تعاون ما بيني وبينهم وحبا اقدم لكم اسبوع فري ممكن تشترك كاسبوع فري وتتفرج على مكتب كتير كبير من الافلام والمسلسلات والانميات ونشوفكم اكيد الفيديو القادم صلاة ومعكم